أخيراً بعد مفاوضات طويلة لمدة ثلاث سنوات براتب قدره 350 ألف سترليني في الأسبوع وده قدامكم الخبر من الموقع ليفر بول الرسمي أن محمد صلاح ساينز نيو لونج ترم ليفر بول كونتريكت أنا هكلمكم الأول يعني قبل ما أكلمكم في القرار صحة ولا لأ وإيه رأيه في القرار وإيه رأيه في التجديد لكن عايز أقول لكم يعني الطريقة اللي جدت بها محمد صلاح الطريقة اللي جدت بها محمد صلاح أول حاجة معسفوش الراجل مش أنت بقى هتجدد ونديك 350 ألف سترلين في الأسبوع طبق قطع أجاستك بقى يا عام من ميكانوس وتعال لنا بقى ليفر بول عشان مدير التعاقدات عايز يتصور معاك ويطلع مدير التعاقدات داخل الجم بيلعب شوية حديد ويروح داخل متصور جنبك وداخل ماشي جنبك عشان خاطر أنت بقى هو اللي عمل المفاوضات وإيه وتعال يا رئيس لا الناس دي في حتة تانية خالص الراجل وققت في أجاستو وققت في أجاستو وكيل أعماله سافر له على ميكانوس على اليونان لا قطع أجاستو ولا ايه حاجة عمله فوتو سيشن الراجل بعتوله كوبي من العقود مع وكيل أعماله مضى عليها تصور لبس التيشرت تاعت ليفر بول عمل مسج بالانجليزي ومسج بالعربي زي ما انت شايفين حاجة حلوة ما فيش تعسيف ما فيش نادي ليه بريستيش بتاعه فانت لازم تيجي عشان خاطر انت لو ما جيتش يبقى انت كده ليفر بول بتهز من كيان ليفر بول انت كده يعني ايه ليفر بول انت كده يعني ايه بتهزقه مدير التعقدات مستنيك على باب النادي عشان يخش يمشي معاك في الباركنج عشان يتصور معاك تعالي يا محمد والنبي ايه امضي العقد شايفين يا جماعة البسطة الف مبروك طبعا الاول لمحمد صلاح يستاهل كل جنيست اللي بياخده بطل محمد صلاح وانا بقول لكم فعلا نقول انه هو عمل كل اللي احنا مقدرناش نعمله مش خطر الامكانيات بس ولكن قوة العقلية وانه هو اشتغل على نفسه زهنيا انه هو يقوي نفسه زهنيا وانا بقول ان محمد صلاح خارج المقارنات بالنسبة للمين كلاعيب عمل اتشيفمنت او عمل وصل لانجازات ولعب في التوب ليفل سنوات طويلة التقييم بقى كمهارة وكا مين اكسر سنوات متاعك انا بقى ممكن اقول حاجة انت تقول حاجة حضرتك تقول حاجة الشباب اللي عادين يقولوا حاجة كل واحد لي رأيي في الكورة وهو ده جمال الكورة انها يتسابعوا الاختلاف في وجهات النظر شكده الكورة دايما فيها ديبيت فيها انا بقول وانت بتقول لها الاهلي لازمانك لها المقارنات ايدي جمال الكورة انما كلاعيب مصري لعب في التوب ليفل ويقدر يبقى في التوب ليفل سنوات طويلة لا محمد صلاح في حاجة تفجاب تاني مختلف في حاجة تانية بس ارجع تاني لموضوع موضوع التجديد يعني وازاي تاني مفيش مفيش عقد مفيش عقد خالص ليفر بول ده نادي خلي بالكو تاريخ حاجة يعني ليفر بول ده في التمانينات وكي بيكسب كل حاجة لعيبة بتكسبه كل حاجة بيكسبه بتوط أوروبا وهم عاديين في البيت والدوري الانجليزي وقتها ما كانش بريميال ليج تعصروا قاة صحيح قاعدوا تلاتين سنة مايكسبوش الدوري لكن جمهورهم وعمرهم ما سابهم الأنفل تلاقيها على طول متأفل ليفزيونايت ده أنا لعبتوا قدامهم في الكاس وهم في الدرجة التالتة فول هاوس وإحنا في توتنام فول هاوس بيتش مصدق نادي درجة تالتة والناس يعني داي هارد فانز زي ما بيقولها ومفيش حد كله بيشجع بقلبه نادية بيلعب في التالتة في الرابع أين كان مسبش نادية سبش نادية المهم ان بصوا نادي ليفردبول ده نادي كبير إزاي والناس بسيطة امدي يا حبيبي عقدك وانت قاعد واتعال بقى نلعب جيم تمام؟ تعال ايه؟ نلعب جيم مع الناس فبصوا بقى الكرياتيفتي بقى او التفكير بقى الحلو اول حاجة عايزة استعرض معاكو بقى ايه؟ التسلسل بتاع خلاص خلي بقى محمد صلاح وصل الاتفاق وبيمضي تشوفوا بقى التسلسل بتجبولي اول حاجة رامي عباس نزل وش بيتحك ايموجي وش بيتحك رامي عباس ده خلي بالكوا ايه؟ بالبلد كده بيعني ايه؟ بيرازي في ليفر بول على تويتر بقى له سنتين ولا سنة ونص بيتحك فجيمي كارجل بيرد عليه؟ خلي بالكوا ده بالاتفاقها جيمي كارجل ده واحد من الليجنز او الاساطير بتوع ليفر بول وهو الوجه الاعلامي الليفر بول دلوقتي انجح محلل فني او محلل في قنوات سكاي سبورتز جاري نيفل و جيمي كارجل عندهم يعني دايما اندبيت ما بينهم ودين المال الاتنين بيخبطوا في بعض واحد ليفر بول واحد ليفر بول واحد ليفر بول واحد ليفر بول في منشستر يونيتد عندهم شعاقت بقى في الاستوديوهات ده بيقول ده انت فشلت في التدريب انت ضايع على الهوى انت ضايع انا انا كنت ناوى اضرب بس كارجل يقول جاري نيفل انا كنت ناوى اضرب بس انا ايه او لما لقيتك ضربت قلت الحمد لله انا ما ضربتش كده ما فيش حد بيزعل ولا حد بيطقمس ولا بتاعه على الكلام ده الناس كول عارفين ان ده رجاح ليهم تعال انت اجرب هنا في مصر مثلا تقول على الهوى الحد مثلا ايه انت كنت مثلا ايه انت كنت اقناني ما بتبصيش كتير ممكن يسيب الاستوديو ويمشي ممكن يقولك يا عام ده كزا عوقت كبيرة يعني بس المهم بصوا بقى بالاتفاق خلي بالكم بيقولوا كل جمهور ليفر بول اللي هو الريدز يعني بيحبوا صلاح ولهو ماشي نيكس سامر ولهو ماشي للصف اللي جاي بنتمنال له خير وهنقول له شكرا بس احنا يعني نقدر ان احنا تديل او ان احنا نتعامل يعني مع الهراء ده او اللي انت بتعمله ده للسنة اللي جاية يا صلاح اقول له حاجة يا صلاح اقول له اخلي بالكم كل ده بالاتفاق عشان يعملوا تشويق للناس الناس ايه اللي بيحصل ايه ده ده فيه مشكلة ده فيه قصة بتحصل كل ده ايه كل ده وصلاح قاعد في ميكنس بيقضي اجازته النهاردة نزل له الصورة واللمبرح مع فراتي وفي مطعمه على البيتش وبتاع انتني حايلو الراجل في اجازته مش هقطع اجازته لان انا محتاجه محتاجه ياخد اجازة اش همحتاجه في الري سيزون محتاجه يجيلي فريش وبعد كده ليفربول يعني بيرده على رامي عباس يعني ايموجي النهارة يعني ايه التطوصو ده يعني التطوصو ده يعني ايه اللي انت بتقوله ده مصدومين يعني بعد كده بعد كده بقى الايه تشويق ان ايه ده فانيلا ده فيه حاجة بتحصل ده صلاح ده فيه فانيلا ليفربول وبحر وبول والناس كلها عارفة انه صلاح في ميكانوس الله قصة بعد كده الانونسمنت الاعلان الملك بتاعنا المصري قاعد في ليفربول شايفين يا جماعة جمال كملوا جيمي كارجر بعت لرامي عباس ومحمد صلاح بيدحك وبيقولو احنا اتحكنا عليهم كلهم يعني كل الكلام ده كان بالاتفاق عارفين يعني ايه الكرياتيفي بتاعت الناس توصل ان مثلا مثلا ورامي عباس في الاخر طبعا ايه بيدحك على كل ده كان بالاتفاق ما بينه وسهم بعض عارفين بقى يتخيله مثلا زي مثلا ايه ييجي مثلا الناج الزمالك مثلا وهو بيجدد مثلا لآيان كام بيجدد لبنشارك خلا نقول نوه بيجدد لبنشارك فيتفق مع حازم إمام اللي هو مفروض ممكن يكون وجهة إعلامية أو آيان كام مين من لجنز الزمالك يقولوا تعالى نضحك على الناس وبنشارك في أجاستو في المغرب وبيتصور وبيعملوا بتاها هل أنتم بتخليل الكلام ده مش بتكلم عالزمالك بس هل أنتم بتخليل الكلام ده ممكن يحصل في مصر؟ لا كلمنا مش حصل في مصر بقى لازم الأندية لازم بقى طبعاً أن البريستيج بتاع النادي والمبادئ والأنا ولازم تنزلي لا مش أنت اللي تمدي في كذا حاجات كلها بسيطة إحنا منعقدها وحاجات كلها غلط في الرياضة وفي الكرة ما أنت اشتغلت يا عم الشغلانة وجددت العقد وعملت المفاوضات وكل حاجة ده شغلتك أنت مش بتمنى على حد مش بتمنى على حد مش الصورة هي اللي هتزودك ولا هتنقصك بس الأسف بتلاقي ناس عندهم مركزين في الحاجات الصغارة دي مركزين في الحاجات الصغارة دي عشان هم عندهم مشكلة فعلاً هم مشكلة هم محتاجين يزودوا حطة عندهم بالصورة دي فتلاقيه شغال على الكلام ده ومشكلة نفسية بحتة يعني مشكلة نفسية بحتة عندما الناس بره يا جماعة سبقتنا بكتير ما بيفكروش في الحاجات اللي عططالهم بيفكروا في اللي يوديهم لقدام اشتركوا في القناة